طائفة أخرى مبتدعة تعرف بالمرجئة هؤلاء الذين قابلوا الخوارج والمعتزلة قابلوهم وكانوا على طرفي نقيض في معتقدهم الخوارج والمعتزلة من معتقداتهم أنهم يكفرون مرتكب الكبير ويحكمون عليه بالخلود في النار هذا الخوارج وإن كان المعتزلة عندهم تفصيل تكلمت عنه يقولون هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة خالد مخلط في النار المرجئة أو الإرجاء هو تغليب جانب الرجاء وقد ذهب أصحاب هذه البدعة إلى أن الإنسان وده خطير جدا لا تضره معصيا وأن عليه أن يغلب جانب الرجاء فإذا عصى ربه غلب جانب الرجاء ولا يحتاج بعد ذلك إلى عمل صالح أو إلى توبة من هذه المعاصي والمنكرات وغير ذلك ولذلك هذه الفرقة لابد أن نتكلم عنها بشيء من التفصيل لماذا؟ لأن هذه الطائفة المبتدعة قد فتحت الأبواب على مصرعي للعصاء يفعلون ما يشاءون قالت لهم افعلوا ما تشاءون وما تقدرون عليه من الذنوب لأنهم اعتقدوا أنه لا علاقة بين العمل وبين الإيمان كما سأعرف بهم بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى وخلفوا في ذلك أو بذلك جميع أهل السنة والجماعة بل إن بعضهم ذهب إلى أن الإيمان هو المعرفة القلبية فحسب يعني كنت تعرف بقلبك ربك أنت مؤمن كامل الإيمان دون عمل نرد عليه نقول إبليس من أعرف الناس بالله وأقسم بعزة الله كما في كتاب الله ومع ذلك أين هو فهذا كلام باطل إلى جانب أنهم قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل وإيمان الناس كلهم سواء وهذا ما يعني إن شاء الله تعالى سأتعرض له في هذا اللقاء وأبينه ولكن دعوني أولا أعرف بهؤلاء المرجئة قلت لنا طائفة خرجت على المسلمين قابلت في معتقداتهم الخوارجة والمعتزلة العلماء اختلفوا في المفهوم الحقيقي في اللغة لكلمة الإرجاء فقالوا الإرجاء في اللغة بمعنى التأخير الإرجاء في اللغة بمعنى التأخير وستدلوا بقول الله تعالى قالوا أرجه وأخاه يعني أرجه يعني أخره وأخر أيضا أخاه أما في الاصطلاح وذا المفهوم الاصطلاحي هو الذي يهمنا فالإرجاء جاء على معاني متعددة قيل الإرجاء في الاصطلاح مأخوذ من معناه اللغوي أي بمعنى التأخير والإمهال وهو إرجاء العمل عن الإيمان وقول الإنسان أو اعتقاد الإنسان بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان فهي متأخرة بعيدة عن الإيمان ذهب البعض إلى أن المرد بالإرجاء حكم صاحب الكبيرة يوم القيامة فلا يقضى عليه في الدنيا بحكم ما بعض وهذا يعني بعيد نوعا ما ولكن أقوله من باب الفائدة بعضهم ربط الإرجاء أو مفهوم الإرجاء بما جرى في شأن علي رضي الله عنه يعني قالوا إحنا نؤخر المفاضلة بين علي وعثمان إلى يوم الدين ويعني استند هؤلاء إلى أن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين امتنعوا عن الخوض في أحداث الفتنة التي جرت بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هذا هو تعريف الإرجاء في اللغة والاصطلاح وطائفة المرجئة التي تسمت بهذا الاسم طيب ما هو الأساس أو صلب الموضوع الذي قام عليه مذهب المرجئة الأساس الذي قام عليه مذهب الإرجاء هو الخلاف في حقيقة الإيمان ومما يتألف وكيف نحدد معناه وهل الإيمان هو فعل القلب وعمل القلب أو أن الإيمان مجرد التصديق ولا علاقة بالعمل به حقيقة هذه مسائل مصطورة في كتب علماء الاعتقاد وعلماء الفرق أو المذاهب الذين تحدثوا عن هذه المسائل ونحن نود أن نبين الأصل الذي قام عليه هؤلاء ونذكر أدلتهم ونرد عليهم ونبطل قولهم لأن المرجئة مذهبهم مذهب خطير للغاية هونوا العمل بتركهم إياه وقولهم بأن العمل لا علاقة له بالإيمان بالكلية حقيقة هم اختلفوا اختلافا كبيرا في حقيقة الإيمان بعضهم قال الإيمان هو المعرفة بالله فقط يعني تعرف أن في إله فقط هذا هو الإيمان بعضهم قال الإيمان هو التصديق تصديق القلب فقط وبعضهم قال الإيمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل لا علاقة له بالإيمان طب ما هو الصواب من منهج أو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان وهذه هي أركان الإيمان إذن فك ركن عنها لم يكن لم يكن الإيمان عند المؤمن حقيقة قائمة ينال من ورائه الخير الذي أعده الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان لو نقص شيء من ذلك فيه قصور عنده نقص فالمرجئة هذه أفكارهم في الإيمان إما أن الإيمان معرفة فقط أو نطق اللسان فقط أو اعتقاد القلب ونطق اللسان والعمل ليس داخلا في حقيقة الإيمان من باب الفائدة هناك فرقة يقال لها الكرامية تنتسب إلى رجل اسم محمد بن كرام السيشستاني وهؤلاء لهم معتقدات باطلة هؤلاء شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه وقعوا في التكسيم والعياذ بالله ومع هذا قالوا بأن الإيمان هو القول باللسان دون أن يكون القلب مصدق بهذا القول هذا كلام باطل على قولهم هذا أو معتقدهم هذا يكون المنافقون مؤمنين لأنهم قالوا بألسلتهم ما لم تعتقده قلوبهم ترجمة نانسي قنقر